علشان أصنع بطل يبقى لازم أبني رياضي مظبوط صح وإحنا وإحنا في الفصل كنا بنتكلم إحنا وإحنا إيه لما كنا في الفصل كنا بنتكلم على الرياضي المظبوط صح قيم الرياضة أساسها هدفها إيه؟ إحنا عايزين من أهدفنا حاليا أن إحنا نرجع الرياضة تاني للهدف الأساسي وهو النهاردة لما بيجي الأب والأم يقرروا أنه أولادهم يلعبوا رياضة بيبقوا عايزين أولا الهدف الصحة لأنه عايز أحافظ على صحتي ثانيا عايز أستغل الوقت الفراغ اللي عندي أفضل استغلال لأنه عايز ألعب رياضة ولعب رياضة اللي أنا بحبها طلع مجهودي وطلع واستغل لوقتي في شيء مفيد أتعلم يعني إيه لأنا ألعب في فرقة أتعلم روح الجماعة ما يبقاش في تعصب الموضوع التعصب ده تحته يعني ميت خط إننا النهاردة لو فيه لو أنا بلعب في نادي بحترم الخصم ولما الخصم يلعب ويكون بيمثل مصر بشجع الخصم حتى لو هو خصمي وحلي يعني مثلا كمثال بسيط أهلي وزمالك النهاردة لما ييجي نادي الزمالك مثلا يشترك في بطولة قرية أو بطولة دولية وأنا لعب في النادي الأهلي واجب علي أن أشجع نادي الزمالك وأتمناله أنه يكسب ماكسب نادي الزمالك والعكس صحيح أكيد لو أنا زمالكاوي لازم برضا أنا أشجع النادي الأهلي طالما النادي الأهلي بيمثل مصر والله أنا كده أنا زمالكاوي بشجع الأهلي لما يلعب في أي مطش إقليمي أو دولي أو حاجة زي كده صح وده كمان نوع من ثقة من نفس مكسب أو خسارة الأندية المنافسة هو مش هيقلل مني ولا هيزودني النهاردة أنا لواثق في نفسي هيبقى ده اللي أنا عايز أعمله هو نتيجة شغلي ولكن صناعة البطل لازم أن احنا حاليا نضع أو نسلط الضوء على الأبطال اللي هم بيمثلوا مصر عشان يكونوا هم دول ملهمين اللاعبين في المدن وفي القرى أن هم يمرسوا الرياضة اللي هم بيحبوها على أمل أن هم يمثلوا مصر في يوم من الأيام ودي حاجة كبيرة جدا أعتقد أن دي ممكن تكون حاجة حافظ كبير قوي لللاعبين اللي موجودين بالذات في القرى الصغيرة وفي المدن اللي عندهم إمكانيات بسيطة تنس الطاولة هي مثال يعني رياضة مثالية تنفع الأولاد تنفع البنات ما لهاش عمر محدد ما لهاش لبس معين ممكن أي حد يمرسها الملعب صغير قد الترابيزة بالضبط ده ده الملعب بتاع الرياضة صح بعين الناس كمان حتى بتمرسها في البيت يعني حدك لو عندك ترابيزة ممكن تحط أي حاجة وتلعب فإحنا عايزين أن تنس الطاولة كمان يبقى لها هدف مجتمعي يبقى لها هدف بحيث أن الأطفال والناس اللي هم عندهم إمكانيات بسيطة يمرسوا الرياضة دي هتمفعك جدا في المجتمع بحيث أن أنت تطلع ناس عندهم روح رياضية عندهم أخلاق ما عندهم مش تعصوب